أنا ترك الدخيل يسعدني أن أصافح أسماعكم كل يوم في شهر رمضان المبارك على أثير مراتف أم في برنامج في خاطر الشاي حياكم الله إذا كنت حران إلى أقصى درجة شتائمك للجو أو شكواك من الحرارة تأكد أنها ما رح تحول الجو إلى جو بارد بأي شكل من الأشكال تخيل أنك مريض تحسب مغص في بطنك لقدر الله وكنت تصارخ من الألم مصراخك هذا ما رح يخفف الوجه الشيء الوحيد اللي ممكن أنه يخفف الوجه أنك تفز وتصبر على ألامك وتروح للطبيب علشان يعطيك إبرة أو دوة أو يشوف لك هذا مع الحر تأففك من ارتفاع درجات الحرارة صدقوني ما يلطف الجو إذا ما حركت طولك وشغلت المكيف حتظل تشكو من الحرارة الشكوى عمرها ما حلت المشكلة بالعكس ممكن تزيد إحساسك بالمشكلة لا وتخرب نفسيتك وتحولك إلى شخص مستاء على الدواء الأشخاص العمليين يا جماعة الخير هم اللي يفكرون بالخلوب يبتعدون عن التشك يقضون أوقاتهم في التفكير بمواجهة المشكلة بينما السلبين يقضون كل هالأوقات في انتقاد المشكلة والشكوى منها كثيرين يشكونوا من الحر هالأيام يقولون أنه رمضان حر بشكل عجيب وأنه الصوم متعب إلى درجة يصعب استيعابها لكن الطاقة الإيجابية يمكن أنها تخلي الإنسان ينسى تعب الصوم جرب أنك تقول اليوم جوه أحسن من أمس وما تكثر من الشكاية والغضب فكر بناس يصومون وهم يشتغلون في الحر بدون مكيف أنا وأنت وكثيرين من أمثالنا ينعمون بمكيف بحمد الله في معظم أوقات اليوم ليش ما نفكر بالجانب الإيجابي؟ ليش ما نحمد الله على هالنعمة اللي ما ينعم فيها ملايين البشر تذكر وإحنا كلنا يجب أن نتذكر أنه إحنا نصوم امتثالا لأمر الله والله سبحانه وتعالى يبي عمل خالص العمل الخالص يا جماعة الخير مفروض يكون بدون تململ ولا تأفف وهذا هو لب الصوم اللي يطهر الأرواح ويصف النفوس بعض الناس يصوم ويمر بجنبك ونفسيته خايسة عذره أنه صايم لا يا شيخ يا أخوين تمنى على الله بصومك ولا تمنى علينا بأصيان ترانا يا جماعة نصوم باختيارنا والأشياء اللي إحنا نختارها المفروض نسويها بنفسية طيبة وسلامتكم في خاطر الشيء في خاطر الشيء اشتركوا في القناة